تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد حلقتنا اليوم على اللاعبين سجلوا بفريق معين أو بقميص معين أو ببطولة معينة هدف واحد بس لكنه كان هدف تاريخي صنع فرق كبير ما بتكلم عن لعبين سجلوا هدف أوصل شهرتهم للعظم وبس سجلوا غيره زي سيرجي روبيرتو من روبونتادا أو جوتزي في نهاية 2014 بتكلم عن هدف واحد حرفيا نبدأ مع لوراب لا لأنه هدفه فعليا ما قاد في شكل مباشر لبطولي بس حب أبدأ فيه من اختياراتي وبذكر التوب 5 دائما اختياراتي الشخصية بالنسبة لي وبسمع منكم تعليقاتكم واختياراتكم الشخصية شباب هذا توتنهام قصة كثير بكرروها جمهور مان يونايتد عن تصريح شهير لفريكسون حصل بين الشوطين في موسم 2001-2002 عندما كانوا توتنهام متقدم بـ 3-0 على مان يونايتد فلما اللاعبين دخلوا غرفة تغيير الملابس كان جواب فريكسون لهم شباب هذا توتنهام يعني المباراة سهلة بس انتم بتصعبوها عن نفسكم فعليا يونايتد دخل في الشوط الثاني سجل هدف مبكر بعد 4 دقائق تقريبا واحتاج هدف ثاني للروراب لان حتى يعيد أمار لأنه تجداتي واحد هذا الهدف جاء من ركل الركنية في الدقيقة 58 بعدها في السبعينات سجل نيستورويت الثالث والرابع ثم سجل بكهم الخامس فعمل مان يونايتدر منتادة كبيرة جدا على توتنهام من ثلاث سبر لخمسة ثلاث وأصبحت مقولة شباب هذا توتنهام مقولة تاريخية جدا لجماهير من يونايتد لما يواجز توتنهام إنه بالأخير بتظلوا توتنهام طبعا هذا قبل ما يتحول مشروع توتنهام للطموح اللي بنعرفه إحنا حاليا لو لا هدف راب لان اللي هو الهدف الوحيد اللي سجلوا هذا اللعب الخبير الفائز بكأس العالم في البريمير ليغ لما يونايتد سجلوا هدف واحد في البريمير ليغ أما اللعب الثاني اللي سجل هدف واحد في مسيرته في مجال معين وكان فارغ جدا فهو للأسف الياباني شيجيوشي موتشي زوكي وبقول للأسف لأنه هدفه الوحيد كلاعب منتخب يابان يعني هدفه الدولي الوحيد كان في مرمى منتخب السعودية في نهاية كأس آسيا 2000 في مباراة أهدر فيها منتخب السعودي ركل الجزاء في مباراة كان النهائي الخامس على التوالي للسعودية في كأس القاربية وهو إنجاز مش موجود في أي قارة أخرى للعلم المنتخب الوحيد اللعب خمس نهايات نهاية تالية في بلده في قارته من القارات اللي بنعرفها هو فقط المنتخب السعودي لكن موتشي زوكي إذا بلفضوا صح مع الأسف لجمهور الإنمي إذا بلفضوا غلط سجل هذا الهدف الوحيد في مسيرته بقميص اليابان لكن أهداهم لقب آسيا يعني اللواتي الجو والقرة تنعم أما الثالث فكلنا بنعرفه سددها يا إيدر المقولة اللي انتشرت عربيا ومش موجودة عالميا مهم إيدر سجل مع برتغال خمس أهداف أربع منهم وديات وهدف وحيد فقط في قميص البرتغال في مباراة رسمية هو هدف الفوز بيورو 2016 اللي كلنا بنعرفه الهدف اللي أعتقد إيدر نفسه ما بيعرف كيف جابه حتى هذه اللحظة لأنه إيدر لا قبلها ولا بعدها كان ذلك المهاجم الواعد إيدر أكيد في قائمتي ضمن لاعبين سجلوا هدف واحد لكن صنعوا فارغ كبير أما اللاعب الرابع فهو ملهم هذه الحلقة اللاعب اللي زرع براسي فكرة هذه الحلقة فخلاني أتأكد نشوية معلومات عشان نعملها جوليانو بيلتي لاعب برشلونة اللاعب اللي خدم برشلونة عادة مواسم تألق تحت قيادة ريكورد كان جاي من فيا ريال هذا اللاعب معي برشلونة تقريبا لعب مئة مباراة سجل هدف واحد هذا الهدف هو هدف التتويج بدور الأبطال أوروبا 2006 في مرمى أرسنان لملي ريتر أنسور صاروخية بلتي ومبروك اللقب لبارشلونة لم أفهم أنا من موشة جايمن أما اختياري لرقم واحد من حيث صاحب الهدف الوحيد والدرامي جدا والهدف اللي يعني وصفه موقع الدورة الألمانية بأنه أكثر هدف كسر قلوب في تاريخ البوندسليغا هدف باتريك أندرسون المدافع السويدي اللي جاء لبايرا ميونيخ معاه عشر سنين خبرة هذا اللاعب جاء بلعب مباراته مع هامبورغ بايرن بحتاج التعادل ويتوج باللقب في الوقت بدل الضائع هامبورغ سجل هدف التقدم وهون بايرن عم بيخسر الدوري لصالح شاركا جاءت وضرب حرة غير مباشرة نتيجة إمساك الحارس بكرة رجحها مدافعه وكان مفروض يسدد هذه الركلة إيفن بيرغ المتخصف في ذلك اللحظة لكن إيفن بيرغ ما سدد إيفن بيرغ مرر ثم سدد باتريك أندرسون وسجل هدفه الوحيد بقميص بايرن مينيخ طوال مسيرته معهم اللي هي ما طولت كثير لكنه هدف وحيد إليه مع بايرن مينيخ هذا الهدف كان أكثر هدف درامي في تاريخ الدور الألماني لأنه أهدى بايرن مينيخ لقب الدوري في الوقت بدل الضائع أوصل هون لنهاية التوب 5 اللي ذكرتهم وكالعادي هذا البرنامج مش مجرد أني بحكي اقتراحاتي بتكلم شون حقائق بتكلم وجهات نظري وبدي أسمع وجهة نظركم في التحليقات شو بالنسبة لكم التوب 5 من هذه الناحية